بسم الله والابنى وروح القدس الان واحد عمين برحب بكم في فيديو جديد من دروس التدريب على قراءة اللغة الابطية وفي الدرس ده هنقرأ مع بعض مرض براكسيس عيد القيامة والخمسين المقدسة كلمات المرض بتقول السلام لقيامته لما قام من بين الأموات حتى خلصنا من خطيانه السلام لقيامته لما قام من بين الأموات حتى خلصنا من خطيانه ده حرف الكي بننطوه شين هنا لأن الكلمة يوناني وبعدها حرف كسر ده حرف الرو بننطوه ر وده حرف الأي بننطوه ايه تف تف ده حرف الطاف بننطوه تيف الده حرف الف وده نطوه تيف آ ده حرف الألفة اللية علامة الجنكيم بننطوه مستقيل ده حرف الطاف ته لألف ألف سيمة وسيمة سيم واليوتة كسرة تيف آناس تاسيس شيري تيف آناس تاسيس شيري تيف آناس تاسيس اي طاف اي طاف طنف اي طاف طنف اي طاف طنف ده حرف الاي عليه علامة الجينك بننطقه اي طاف ته ألف ألف فايف اي طاف اي طاف طنف طنف حرف الطاف ته الاميجا او الني نون والفايف اي طاف طنف اي طاف طنف اي فل خين اي فل خين ده حرف الاي عليه جينك بننطقه اي ده حرف الفيتا بننطقه في لان بعده حرف متحرك ده القوميكرون او والفلا لان خين ده اسمه حرف الخاي بننطقه خا ده حرف الاي اي والني نون اي فل خين اي فل خين اي فل خين ني ني اي ث ده حرف الاي عليه جينك بننطقه اي ده اسمه حرف الثيتا بننطقه الث اي ث ني اي ث مو مي يميم والاميجا او مو ونضم المقطع اوميكرون ابسلوم بنطقه او يبقى مو وده حرف الطاف بننطقه ته ني اي ث مو او ني اي ث مو او يبقى شيري تيف اناستاسيس اي طفطنف اي فل خين ني اي ث مو او السلام لقيامته لما قام من بين الاموال حتى خلصنا شا ان تيف صوتي شا ان تيف صوتي ام من ام من ده حرف الشاي بننطقه شين وده الف الف ببقى نط شا شا ان حرف النية عليه علامة الجنけて بننطقه ان شا ان تيف طو ته اي اه ث ان تيف صوتي حرف السي مع سين والاميجا او ده اسمه حرف التي بننطقه تي صوتي شا ان تاف سو تي. ام من. حرف المية عليها علامة الجين كن بنطوق ام. وبعدين مية ميم وميكرون او والني نون. ام من. شا ان تاف سو تي ام من. شا ان تاف سو تي ام من. ايفون خين. نان نوفي نان نوفي. ده حرف الني نون والاي اي ني نون وني نون والاميكرون öyle برضو بنطاه نانى في لانه بعدها حرفه متحركوليو تكسرة. نان نوفي. شا ان تاف سو تي ام من. خين نان نوفي. حتى خلصنا من خطيانا يبقى السلام من قيامته لما قام من بين الأموات حتى خلصنا من خطيانه وكده يكون انتهى الفيديو أتمنى يكون بسيط واستفدتم منه ما تنسوش تشاركوه مع أصدقائكم علشان يقدر يوصل لأكتر ناس تقدروا كمان تتابعوا السلسلة دي علشان تتعلموا تقروا اللغة القبطية من خلال نصوص الصلاوات اللي احنا بنصليها في الكنيسة إلى أن ألقاكم في درس جديد أترككم في رعاية المسيح وجاي خينب تشويس